موسيقى نبض بيروت أهلا وسهلا بجميع المشاهدين هذا العصر ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي لأستاذ فايصل عبدالساتر أهلا وسهلا فيك مرحبا مرحبا بداية هكي حبي أعمل معك جولة انتخابية أكترية تشرزم المعارضة مين رح ياخد الأكترية بس قبل بتعرف استاذ فايصل فيه هكي تصريح لنائب رئيس الحكومة أثار بلبلة ورجع بعدين وضح دولته قال إنه هو مشتزق وما إله هنالك وحتى الرئيس نجيب مئاتي ووضح لما بيقول دولة الرئيس السعاد الشامي إنه الدولة مفلسة ومصرف لبنان وما إله هنالك أثار بلبلة هذا الموضوع يعني هلأ بس إنه هل يخفى على أحد أنه نحن مفلسين وما معنا مصاري هلأ نحن بقصة أول شي تحياتي إليك ولكل المشاهدين أهلا وسهلا شكرا للاستضافة ورمضان كريم رمضان كريم طبعا ولكل اللبنانيين عموما بكل حال صلنا معوادين نحن دايما هذا الموضوع كلما يكون هناك تصريح فيه يعني الكثير من أو يعني ممكن يحدث الكثير من الصدمات أو بجرأته أو بصراحته فبيطلعوا بعض الأحيان برجع بقول لك اجدزئة من النص الأصلي وشوها وأنه بعض الصحفيين أخذ يعني مقاطع معينة إلى خيري أولا يعني شخص مثل دولة ناب رئيس مجلس وزراء أستاذ سعادي الشامي أصلا يعني هو كل عمله في مجال الأرقام ومجال العمل المالي والمصرفي والنقدي وما إلى ذلك وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك سقوط يعني مصطلحات لا يعرفها أو لا يعنيها أو لا يريدها أن تصل إلى الرأي العام وأنا أعتقد أن مثل هذا التصريح كان يمثل هزة بالنسبة لكل الطاقم السياسي في لبنان لهذا التسويف المتواصل لهذا التأخر والتباطئ يعني ما بعرف يعني شو ناطرين بعد يعني أنه أن يضعوا الأمور على السكة الصحيحة وأن يعني تبدأ الأمور بالحلحلة وفقا لما يعني أعدته الحكومة أو على أقل ما تتحدث به الحكومة أمام الرأي العام اللبناني وأمام الصناديك المانحة لا سيما صندوق النقد الدولي إذن يجب أن يكون هناك وضوح في الرؤية في هذا الموضوع خصوصا أنه ناب رئيس مجلس الوزراء هو الرئيس المكلف بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي رئيس الوفد ناب وهو بالأساس يعني هو آتم من هذا المكان وبالتالي يفهم تماما يعني لغة المصطلحات هل لا فيه هناك إشكالية فيه موضوع هل يكون هناك دول مفلسة في العالم يعني هذا المصطلح يعني ما يسمى بالدولة المفلسة هو في الحقيقة ما فيه دولة مفلسة فيه دول متعثرة فيه دول لم يعد لديها القدرة المالية إلى آخره لكن الدولة لا تفلس يعني الدولة تفلس عندما لا يكون هناك أي إيرادات للخزينة اللبنانية هذا يسمى دولة مفلسة أو أن هذه الدولة ليس لديها أي أصول يعني لا عندها دهب لا عندها أملك معينة إلى آخره وبالتالي صار فيها مصار على كل حال بالعالم ما في عندنا هذه النمازج بهذا المعنى الضقيق لكلمة دولة مفلسة إلا إذا إجاء احتلال ودمر الدولة بالكامل وقعد بناء الدولة من جديد بسيطة تصير دولة محتلة ومفلسة والآخرين لكن ما كان يريد إرساله أو ما قصده دولة رئيس مجلس ووزراء نائب رئيس مجلس ووزراء من أن ما يمكن أن نسمي الحالة التي عليها لبنان طيب إذا الناس بتروح على المصارف ما في مصارف مصرياتهم يعني مش أنه ما في مصارف يعني مصرياتهم يعني حقهم بيجي بيقول لك أنا بحول لك ياهن على الثلاثة وعشرين برجع بأبضك ياهن على ثمانتالاف يعني عم يسرق لك مصرياتك وما زالت الأزمة قائمة وما حدا يقدر حلها يعني طيب لما مصر في لبنان كل جمعتين بيخلق لنا أزمة بموضوع وقع هالاعتماد أو ما وقع هالاعتماد لا الآمحة ولا المحروقات والآخرين طيب هذا البلد الذي تقوده مثل هذه الطبقة السياسية طبعا مش الحالية عم بيحكي المنهج المنهجية يعني اللي ماشي اللي صره مدري قداش 30 سنة وأعتقد نفس الطريقة أنه ما بيسأل الواحد حاله أنه يا أخي هاودي وين كانوا رايحين ما كانوا عم يفكروا طيب واحد بيقول أنه لبنان كان ثقة العالم وثقة المنطقة بالمصارف طيب تبين أنه أكبر كسبة هذه القصة بدليل أنه المصارف تواطئوا على لبنان وتواطئوا على المودعين اللبنانيين لا بل أساء الأمانة للمودعين الخارجيين يعني اللي حطين أموالهم بلبنان طيب تعرف أنت الآن السوريين والعراقيين واليمنيين اللي أموالهم موجودة في لبنان بح بح راحوا ما فيه مصاري الخليجيين الله مشت عليهم المن والسلوى يعني السعودي والكويت والقطري مثلا أو الإمارات هاودي اللي كانوا حطين وداع أصلا أخدوهن أصلا وحتى إذا كان فيه أزمة بيهربوا لونيون ما فيه أي مشكلة لأنه هاودي الحضن العربي بتاعفه عشان الحضن العربي يضل دافي يعني فلازم يكونوا مصريات عندهم أما بقية الدول العربية العراقي واليمني والسوري وهذا هاودي مش حضن عربي من قال كمان أشقاء العرب الخليجيين عندهم كمان فيه عندهم أموال وفيه كسر من الإخوان العرب مش عم يقدروا يشير وما يصيب اللبنانيين أيضا يصيب المودعين العرب نحنا عم نحكي عن فئتين من المودعين المودع اللبناني فيه منهم فئتين كمان فيه منهم ناس عاديين يعني عملية إداع أموالهم بالبنوك ربما لا تكون بغية أرباح بقدر ما هي بغية تخزين أو يعني مثل ما بيقولوا عم يصمدوهم بالبنك إذا بدكم للمعاملات وفيه نوع تاني لا حيتين المال والقروش اللي كانوا عم يحطوا أموالهم لا يقبضوا عليهم أموال من حاكم مصر في لبنان ومن الهندسات المالية وعندك فئة ثالثة خارجية هايدي حطة يا سندات خزينة يا ودائع معينة هادي أكتريتهم لا قدروا حصلوا على مصرياتهم قدروا حصلوا على ودائعهم يعني راحت على المودع الصغير يلي عم سمد قرش بقرشين بثلاثة جانا العمر اللي حطوا حتى المخترب حتى المختربين يلي عم بيقع عندهم جانا العمر اللي عدوا حياتهم بالاختراب تجمعوا لهم إرشا صحيح تمين رحوا عليهم صحيح هادي المختربين واللي مثلك ومثلي ومثل هالناس التانيين العاديين أو ما يسمى طبقة وسطة أو اللي بيشتغلوا بالتجارة مثلا بيجيبوا كنتينر من برة بيضطروا بالمعاملات البنكية يشتغلوا إلى آخر أما رؤوس الأموال أصحاب رؤوس الأموال سواء كانوا أجانب أو لبنانيين والأكترية لبنانيين هربوا أموالهم يعني من حزيران 2019 تهريب الأموال مش بس من 2019 بعد ما هادي اللي نزلوا على الشارع وعملوا أكبر كتلة نقضية بالدولار هربت من البلاد قبل استورة بشهرين صحيح ويمكن بعض من تسلقوا على الثورة ربما يكون هن لهم جزء كبير بهذه الخضية مين بده يكون أنا وإنت يا أستاذ فايسل لا لا ممكن تكون أصلا بعض الدوافع لكشف الواقع اللبناني وهو بيّن علينا شفنا من بعض اللي بيشتغلوا بالسياسة هذا التسلق ضغري يعني مباشرة هنفزوا من قطار الحكومة قالوا صاروا صوار وهذا يعني مثل الرئيس الحريري استجاب قال لحركة الشارع ووليد جمبلات استجاب لصوت الضمير وسامير جعجع استجاب للقفارة اللي يعني انتشروا بالشوارع وسامج ميل وغيره وإلى خيره يعني هلا يمكن الكتائب نوعا ما يعني أفضل من غيرهم باعتبار أنه كانوا سابقين شوائي يعني قبل بس هذا لا يعني أنه هني يعني كانوا يعني خارج كل هذا السيستم الموجود بالبلد ما هو هذا كلهم كلهم مستفيدين منه يعني هني الآن بس عم بيحطوا القصة بطيار الوطن الحر وحزب الله طيار الوطن الحر وحزب الله هو المسؤول عن تهريب أموال الناس عن عدم كابيتال كونترول عن عدم إقرار قانون استرداد الأموال المنهوبة لأ وبيضحك يعني دولة نائب رئيس مجلس النواب بالأمس يعني أنه شو عم بيقلنا يعني أنه حتى باجتماع لإقرار قانون الأموال المنهوبة واسترداد الأموال المنهوبة ألطيروا النصاب يعني شو هالمسؤولية هاي دي عند نواب ولجان نيابية ومجلس نواب وحكومات أنه من وقت حسان دياب لهلأ ما قادرنا أقرينا كابيتال كونترول حتى قانون السرية المصرفية يضحكوا علينا وعملو له مئة ألف تعديل وزمط اللي زمط فهي يعني ما حدا يطلع ينظر على حدا بالعفة وبالطهارة وإلى آخره فكلهم موجودين بكل هيد اللعب يعني بدي أرجع لكلام دولة نائب رئيس مجلس الفوزراء سعاد الشامي فلما عم بيحكي هيك هو أراد تحريك المياه الراكدة ما إجتها عفويا ولا إلى آخر بعدين لما رجع صوب قال من أنا حتى أعلن إفلاس الدولة صحيح لأنه ما حدا بيقدر يتحمل هذا الكلام هذا قاله مرة النائب سليم سعادة من وجه له التحية قاله بشكل واضح قاله يا أخي أنه نحن يعني نحن مجموعة كذبين طبعا يعني مع الاحترام يعني ومش عم بيقصد أنه يعني يعني بمعنى ما أنه نحن عرفانين أنه كل هذا اللي عم بيقدم لنا إياه مصرف ابنان والمصارف والحكومات كله كذب وكذب هني عرفانين أنه نحن عرفانين وهني بيعرفوا أنه نحن بنعرف يعني وتعرف هذه القصة بوقتها أثارت كثير من الضحك على وسائل التواصل الاجتماعي لكنه كلام مؤلم لكنه كلام صريح هل صدفة سبحان الله أوقات بعض الأمور أنه سليم سعادة اللي هو يعني جاي من الحزب السوري القومي الاجتماعي وسعادة الشامة اللي جاي من الحزب السوري القومي الاجتماعي اتنينتهم يصارحان اللبنانيين بمثل هذه الصراحة واللواء الركن جميل السيد اللي قاله قبله مرة كمان ورجع أهلا بيري حال أنه في واحد منكم كذب كان عم بيقول يعني بين سعادة الشامة ونجيب مئاته في واحد منكم كذب وفي واحد منكم صادق فطلعوا يحسنوا لنا إياها مين اللي عم يكذب ومين اللي عم يزدق لما هداك بيقول مفلسين وما في أموال دي يعني الدولة ما عندها أموال والواضح أنه من خلال مصر في البنان بتبين هذا الأمر ومن خلال الودائع اللي عم بيطرواها بالأطارة طيب بيطلع رئيس الحكومة بيقول ما أصد الإفلاس أصد عدم الملائة أنه شو يعني أنه هذا المواطن العادي شو قاعد هو يعني عم بيعمل مصطلحات نقدية يعني أنه ملائة وسيولي وسيولي وملائة شو بيهمه بيهمه أنه أصلا ما عاشه ما عاش يساوي الشيء واثنين أصلا ما عاش قادر ياخد اللي كان مصمدهم فيعني شو ما قلتله أنت ملائة أو سيولي يعني شو حتخفف عنه يعني ما حتخفف عنه شيء وهانو بنرجع للسؤال الأساسي أنه هذا الشعب اللي عمل لي ثورة وبدو يسقط العالم ويشيل ويحطه وبدو كان يطلع عاصر بعبدة يسقط رئيس جمهورية عشان قداش كم سنت كانوا؟ ستة وينهم؟ وينهم الآن؟ وينهم عم يتخنقوا على اللواح الانتخابية وبيكذبوا على بعضهم وبيتهموا بعضهم خلينا نفوت عن ملف الانتخابي ورجال دين بلجوا بعضهم يعني وعب بقوله مين قالك أنت تترشح وانت عم تصادر العالم يعني حتى رجال دين عم يفضحوا بعضهم خلينا نفوت على الملف الانتخابي اعطينا الملف المالي اعطينا حيز واسع بالملف الانتخابي حكيت عن نقطة أساسية ومهمة جدا استاذ فايصال هي تشرزم القوى التي تسمي نفسها قوى تغييرية تبين أنه هؤلاء يلي كانوا أساس ثورة سبعة عشرين أو احتجاجات سبعة عشرين مش قادرين يتوحدوا يعني بعطيك مثل بدايرتي أنا بشوف محال ما بانتخب أنا في خمس لوائح عاما 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 هون ببعرضها في اربعة يمكن او خمسة كمان ما أنا اكيد يعني مش قادرين وبتعرف وين المعركة الأشرس استاذ فايصال بالساحة المسيحية طبعا نضحك عبعدنا شوف هذا الخطاب الانتخابي كله سوى مبني على كذب وتضليل واضح أنه لما كل هؤلاء المرشحين أو ثلاثة رباع الأطراف المشاركة بالعملية الانتخابية اللي صر من الـ 2019 عم تدخلنا نفس الأفكار ونفس الحكي ما عندهم إلا شعار واحد هالشعار إلو رأسين الأول حزب الله والسلاح للحزب الله والتاني تيار الوطني الحر أنه ما جزء خطاب الرئيس ميشيل عون عندما سؤالته الصحفية وقال إذا بيضل الوضع هاك أنه إحنا رايحين لجهنم ما قالوا إنه إذا بيضل الوضع هاك رايحين لجهنم شو قال؟ قالوا جهنم قالوا جهنم أخذوا جهنم ومشيوا بكلمة جهنم فهلأ هاودي الزيلنسكيون إذا صح التعبير يعني في انتكي وننوجه تحية لزمين لغسان سعود يعني هاك اليوم كاتب مقال حلو كتير بالميادين نت عم نعمله دعاية بعض ليرز بعد مصر اللي يشوفه عم نعمله دعاية هو بيستاهل يعني بس أنا استوحيت من الفكرة الأساسية إنه إحنا مش أمام زيلنسكي واحد يعني ما شاء الله يعني عندنا زيلنسكي مخزومة زيلنسكي جعجع زيلنسكي جنبلات زيلنسكي جميل زيلنسكي سعاد كله زيلنسكي ما شاء الله كلهم بدنوا يعملوا معارك تحرير وكلهم عم يبشرون أنه هني بدنوا يغيروا لهذا عساس هني يعني ما كانوا جزء من كل هذا الإقماش اللبناني يعني مش من كل هذه السياسات الإنهيار يعني أنه بيطلع القوات بيحضروا لك بالعفة أنه نحن أنضف من كان بالحكومة وبمجالس النواب ليش يا حبيبي بشو أنت أنضف ما كنت موافق على كل السياسات من 2005 إلى هلأ شو بيفرقك أنت عن الآخرين لما عم تتهم حزب الله وتتهم حركة أمر وتتهم التيار وطني الحر أقول يعني أنتوا شو اللي قدمتوا يعني مختلف عن الآخرين بأي شيء يعني يعني أعطينا بس شيء إنجازة عملتوا يعني طلعت قلت له لحاكم مصرف البناني أن نوقف السياسات الدعم طلعت قلت له بكنت وقفوا كرتلات المحروقات طلعته قلت له بكنت لقوا حل الكهرباء وحدا ما نعكون شو اللي عملتوا يعني أنه جيتوا استلمتوا وزارة الصحة جيتوا يعني تعملون فيها قصة طويلة عريضة ما علشي ما هذا حزب الله استلم وزارة الصحة وعمل فيها المبين عمل وما طلع قال للناس أنه نحنا والله يا باب وبالعكس كان يومية هجوم على الوزير حامد حسن وكل العالم تعترف أنه كان من أحسن الوزارة لكن ما فينا نضلنا نمارس هذه اللعبة التضليلية والإعلامية ما فيك تطلع تقول أنه سبب الأزمة بالبلد سلاح حزب الله وهو اللي خلفنا مع الحضن العربي بتاع في هذه كلمة حضن عربي لازم نعمل إليها حلقات الحضن شو معنات الحضن؟ أنت يلا أنسة بتعرف شو معنات الحضن؟ الحضن هو الذي يحتضن يعني الأم هي حضن الأب هو حضن بمعنى الرعاية الأخ والأخت يعني هذا الحضن الذي نوصف فيه حالة من الحنان والرعاية لأفراد الأسرة اليتيم اللي بيموت بيه بكون الأم هي الحضن الكامل لإله الأم اللي مش عارفة اللي بتفقت زوجها أو الأب اللي بيفقت زوجته بيجي حدا بيمارس عليه هذا النوع من الاحتضان نحن عم نحكي عن حضن عربي ما خلى شي ما سواه ضدنا ما خلى شي ما عقبنا فيه ما خلى شي ما دمرنا فيه مش لقلنا بس مش لقلنا بس عم بيحكي على لبنان عم بيحكي فيه عموم المنطقة ليش سوريا مش عربية دمار اللي صار بسوريا من مين مش من دول عربية مش من جماعات عربية مدعومة من دول عربية اللي عم يصير باليمن مش من دول عربية مش من جماعات عربية لما منقول حضن عربي بس خليني كامل لأنه هذه كتير مهمة لما منقول حضن عربي مفترض أن تتداعى الدول العربية لاحتضان الدولة التي تتعثر الدولة التي تنهار الدولة التي تضرب الدولة يقولون لك لا لأنه أنتوا عملتوا هيك لا يا حبيبي مش نحن عملنا هيك أنتم الذين أطلقتم النار علينا أنتم الذين صوبتم علينا أنتم الذين حاصرتمونا وأنتم الآن تمارسون علينا قتلا جماعيا هذا الآن الطبيب بالإمارات مين بيحكي فيه بس سؤال مين بيحكي فيه كل التحية لدكتور بشار خرام وقضيته وطبعا طيب بأي حق بس سؤال لا لا هذا مهم بأي حق الإمارات بتوقف طبيب لبناني على تغريدة من 2010 أو بأي حق بس سؤال بأي دولة من العالم تصير هيدا بس بدألك شغلة كل ما تتفضلون به يعني محترم وفائق الاحترام مش بس كضيف عزيز علينا ولكن أيضا إذا بدنا نحكي من الجهة المقابلة الجهة الأخرى ما في جهة مقابلة خليني أنا أحكي ما في جهة مقابلة بهذه القصة تحديدا خليني أحكي طيب تفضل أولا لبنان يجب من الضروري أن يتطلع إلى أفضل العلاقات مع كل أشقائه وكل المحيط الذي يحيط به لأنه على حدوده هون عندنا إسرائيل العدو نحن بدنا العلاقة الطيبة والودية ممتاز ولكن من الناد للناد مع كل الأشقاء على رأس أكان سوريا أكان السعودية المملكة العربية أكان الإمارات الكويت الأردن يعني كل الدول المحيطة بدنا نعمل مع أفضل العلاقة جاي في عنا لبنانيين أخواننا أبائنا جيراننا أحبائنا كلهم بهذه الدول الخليجية يعملون ويقططون وما إلى هنالك طيب الميل تانية قلت قبل بمرة وبرع هلأ بكررها معه كارره فائق الاحترام والتقدير والمحبة أنا شخصيا لسماحة الأمين العام لحزب الله سيد حاسم نصر الله بس كمان هو ما كان خطابه عالي النبرة تجاه الأشقاء العرب وما إلى هنالك مرحلة من المراحل هيك يعني عالي النبرة عالي السقف بشكل هيك أصار امتعاد عند الأشقاء العرب وحتى عند فئة من اللبنانيين صح ولا لا طيب ليش السؤال ليش يحق لهذه الدول أن تمتعد ولا يحق لنا نحن أن نمتعد ما فعلوه معنا في 2006 في 2006 أثناء الحرب كان أكبر جريمي بحق لبنان واللبنانيين وبحق المقاومة وسكتت المقاومة وما حكيت وتذكر جاء إلى الأرشيف شوف تصريحات سعود الفيصل وزير الغرجية السعودي كان يتآمر على لبنان ويدعو إلى أن أمريكا وإسرائيل يدمرون المقاومة تدميرا كاملا تجاوزها حزب الله ما تعطى مع هذا الموضوع هل عم تعتب على دول الجوار اللي عندهم سياسات قد يكون هناك سياسات عم تعتب على اللبنانيين من جوة ما أنت عم تقولي أن السيد حسن نصر الله علن نبرة السيد حسن نصر الله علن نبرة تجاه هؤلاء بعد حرب اليمن قبل حرب اليمن ما في أي مشكلة كان طيب السعودية وضعت حزب الله على قائمة الإرهاب السعودية وبعض الدول العربية وضعت حزب الله والمقاومة على قائمة الإرهاب مثلهم مثل أمريكا وإسرائيل طيب السعودية وبعض الدول العربية اسمعها شوائي السعودية وبعض الدول العربية ذهبوا للتطبيع والتحالف مع إسرائيل يعني شو خاصنا فيهم دي أشواء بس يا عزيزتي بس دي أشواء دي أشواء ما خصنا فيهم وهني ما خصنا فينا وهني ما خصنا فينا هني ما خصنا فينا هني عم بيقولولنا كل هذا اللي عم تسمعيه انت الآن من البطرك لجعجع لكل هؤلاء كلهم بدون التطبيع مع إسرائيل لا لا إسمعي لأهلك لا ما فينا نقول البطرك لا تنطفض علي لا تنطفض علي هذا رأيي أنت بخصك أنا حر برأي لا لا ما فيك تصادري رأيي ما فيك تصادري رأيي أنا عم بيحكي رأيي الآن كل هذا اللي عم بصير واللي عم تسمعيه هؤلاء ما أدرين يطلع يقولوا بنا نطبع مع إسرائيل عم بيطلع يحملوا المقاومة المسئولية عم بيطلع يعملوا هجوم مع حزب الله عم يطلع يحملوا حزب الله المسئولية أنا بيسأل سؤال بالمقابل فؤاد السانيورة تواطق على المقاومة بحل تموز طبعاً ليش ما طلع السيد حسن حكي عنه؟ لا لأنه فارق ليش حميوا لسعد الحريري بيقيوا لآخر تكم وقف البلد تسع تشهر سعد الحريري وقف البلد تسع تشهر ما كان يشكل ليش ما حكي عنه لحزب الله ولا سيد حسن؟ شوفي كل واحد فيه له وزن باللعب السياسي اللبناني فؤاد السانيورة هو رئيس حكومي لا يمثل مناخ سياسي هو مش جهة سياسية سعد الحريري هو بيمثل الجهة السياسية هو الحاضن السياسي لهذا التيار فؤاد السانيورة في وقتها كان رئيس للحكومة وانت مضطرة تتعامل مع رئيس حكومي موجود وكان الرئيس نبيه بري موجود لا 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 ما بنا ما عمل ليه تفسير لا ما عمل ليه تفسير ولا شي انا عم بحكيك الان عم بحكيك كلام واضح وصريح كلام البطرق في كل معانيه هو يأخذنا الى التطبيع مع العدو الاسرائيلي انا انا انت حرة بس انا بتحفظ علي يا عزيزتي ما فينا انا انا بيزهام البطرق انه يريد التطبيع يا عزيزتي يا عزيزتي روئي علي شوية ما تنتفضي الان هذا رأيي انا عم بحكي رأيي وعم بكتبه وانت عم تستضيفيني انا عم بلك الان تحميل حزب الله المسئولية والهجوم على حزب الله ومخالفة الفاتيكان في دعوته الى ضرورة الحوار مع حزب الله من قبل البطرق وهو موجود في مصر ويعترض على ما قيله لرئيس الجمهورية هذا ماذا يعني هذا يعني انه يريد باي شكل من الاشكال ان يكون عراب كل هذه الحملة ضد حزب الله مثل ما كان البطرق سفير ضد الرئيس ميشيل عون وضد سوريا الان البطرق الراعي ضد الرئيس عون وضد حزب الله عزيزتي خليني اختم خليني اختم هذه النقطة لانه انا كنا بنا نحكي عن شئ الانتخابي وما حكينا شيء بعد ما هذا انتخابي لا هذا مش انتخابي بالي بالي لا تحلك شغلة حق البطريارك هذا اذا سلمت جدلا بكلامك انه هو قائد الحملة ضد حزب الله هو الرئيس عون وضد سلمنا جدلا حق البطريارك الراعي حق مطلق اي مواطن لبناني انه يكون ضد سلاح حزب الله بس هيدا الشيء ما بيعني انه هو مع اسرائيل اه او مع التطبيع ممكن ايه انا ضد هذا السلاح انا ما حصر السلاح بالجيش اللبناني والقوى الامنية عم نحكي بيه خلينا ننتقل خلينا بس هيدا الشيء عن جد لا يجوز انه نقول انه والله كلمين ضد السلاح يعني هو بدو يطبع مع اسرائيل لا 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 يعني ليش لا يعني شو انت عم تصادريني مش عم صادر فخامة الرئيس. ايه بس عشان شوف. على استراتيجية دفاعية. ايه. وصلنا لأ الحال. نعم نقول استراتيجية دفاعية. ايه? لما عم نقول استراتيجية دفاعية يعني انها في عدو. يعني انه المقاومة. انه هي في مقابل عدو. مطلب الجميع. اي اي. لما بتقولي استراتيجية دفاعية. دفاعية مقابل من? مقابل عدو. لما بتقولي انت بالخطاب السياسي بدك تطبع. انت شو بدك بالستراتيجية الدفاعية? بس مين عابب يطبع? مين ما انا عم بيلك يا ستي انا عم بيلك. بس ما فينا نقول. هذا الخطاب مش عم اول. انا عم بيلك متل ما هي الامور. انا عم بيلك متل ما هي الامور مش عم اول. هذا المناخ الموجود ما طلعه حكيوه. يعني الامتي فيه علنا عم تحكي. علناً علناً بس شو خاص الأمتفي بالبطرق؟ لك يا ستي يا أخي يا عزيزتي يا عيني ما عم بقول خاص ما خاص أنا عم بحكي على خطاب البطرق الواضح الواضح هو طنيع قال طنيع قال سألوه ما عمل مقابل مبارح مع الألبسي وقال بالشكل واضح قال إنه شو بدي حاورهم أنا بحاورهم بسلاح شو لك عليها أنت تحاول ولا ما تحاول هلأ أستاذ فايسل حقك تقول رأيك أنا حقق أني مع يا عزيزتي بعرف أني كنت بالأو تيفي والأو تيفي ما بتعمل حساسية بهذا الموضوع بس هذا رأيك أكيد الأو تيفي عندها سياسة معينة هذا رأيك باعترم سياسة الأو تيفي أنا ما عندي مشكلة وأنا ما عندي مشكلة شخصية مع البطرق بس أنا عم بقول خطاب البطرق سيؤدي بنا إلى هذا المصاف إلى هذا المكان لما بيطلع بيقول الفاتيكان قالولو ضرورة الحوار مع حزب الله وإجا أمين سر الفاتيكان لعلى لبنان وحكي عن حزب الله كلام إيجابي وقال ضرورة الحوار مع حزب الله بيطلع البطرق الراعي بيقول وإن كان الفاتيكان تحدث بمثل هذا الأمر بماذا سأحاور حزب الله هل أحاوره بالسلاح أم أحاوره بإيران يعني هو عم يتهم حزب الله أنه إيراني ما علي شيء يعني إذا أنت عم توزع هويات يا غبطة البطرق بدك تسمحنا فيها بس هلا يا أستاذ فايصل بدي أن أقول على الموضوع الانتخابي ما معي وقت بس أنه مين بينكر ارتباط الحزب بإيران ثقافيا وماديا لا 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 مرة بتقولي مرة بتقولي عم بتقولي في علاقة بين حزب الله وإيران ومرة بتقولي بماذا أحاور حزب الله بإيران يعني أنت عم تتهمي إيراني أنه يعني السيد حسن نصر الله جاي من أصفهان أنه السيد عباس الموسى وجاي من طهران أنه عماد مغنية جاي من تبريز يعني ما علي شيء بشو إلك أفضلية على الآخرين باللغنانية أكيد ما بيقصد هيك البترك والبترك بيعرف يعرف جيدا والآدمين والآدمين منه أنا مش عامل هلأ الآن حزيرة شو بيقصد وشو ما بيقصد عزيم البترك عم يعمل عم يعمل تصريح واضحة وهجوم لازع على المقاومة أنا من حقي كمناصر للمقاومة بدي الرد عليها بدي أقول له للبترك ما هكذا توردوا الإيران عزيم فيك تهتم ويكون عندك دور وطني بس دور وطني يكون دور متوازن دور راعي عن جد مش دور راعي لناس وعلى ناس تانين بيكون مش راعي هيدا الشي وإنه نتهم غبطة البترك بإنه يريد التطبيع شي تاني حقك تقول رأيك حقك يقرف ده انتخابيا تشرزم المعارضة أربع خمس ست لوائح بكل دائرة ألا يعني هذا الشي أنه كل يعني ما بدي يسميهم قيادات يعني أو الرؤوس أو الكوادر يلي شاركوا بـ 17-20 مش كل واحد فيهم بدو يترشح على الانتخابات منشان هيك ما قدروا كوادروا حالهم يعني كانوا ببداية الثورة يقولوا لا نحنا ما عنا قائد لأن القائد هو استهداف للثورة وإذا عملنا قائد بتنطفي الثورة وما إلى هنا يكبير أنه كلهم قيادات مش كلهم قيادات تسمع باية الشعر بقول قومي كلهم رؤوس رأيتها مزرعة البصل هاو دي مثل مزرعة البصل كل حب براس يعني عمليا هذا اللي بيّن وهذا أيضا يكشف مدى استفحال ما يسمى بالتدخل السفرات في لبنان والأموال التي أغضقت على مثل هذه المجموعات وباعدها بعدها هناك أموات طبعا هادي حال الشرزمي بالداخل اللبناني هادي حال ترضي مثل يعني السفرات اللي عم تتدخل ما تفكري أنه هن مش مبسوطين وهن بيهمهم أنه يظل هذا الواقع موجود هاك مزيد من الشرزمي في الداخل اللبناني وأنه كل هذه المجموعات طالع معها كلها بدأ تقوم حزب الله وكلها ضد السلاح وكلها أنه حزب الله هو الواصل لهم طيب شوف في كل خطابهم تسمعتي شي حدا منهم ما علي شي خليني هيك أغضبطة بسيط من جعجع فينا وما بدنا وبدنا وما فينا شعاره شعاره فينا وما فينا ومش عارب شو نحنا بدنا ونحنا فينا شعاره هو نحنا بدنا ونحنا فينا طيب ميش شو بده وشو اللي قادر عليه اللي بده يطلع يقوله هو عم بيقوله أنه معركة السلاح وحزب الله هو بيقوله قادر يرجع السيادي للدورية هو بده يرجع أموال اللبنانيين وهو اللي بينزل الدولار يعني هو عم بيقوله أنه أنا جزء من هذا اللي عم بيصير يعني عمليا هلا شو بدي أنا بديش أعطي جعجع أكتر بكتير يعني هذا بس أنا عم بيحكي بالمناخ العام بالمناخ العام بالمناخ العام كل شعاراته هاودي الان طيب سمعتي جعجع لما بيطلع بيقول كل هادي المنظومة صار بيحكي بالمنظومة عساسه مش من المنظومة وحليفه جملات مش من المنظومة كمان جملات مش من المنظومة والرئيس بري مش من المنظومة والرئيس الحريري مش من المنظومة مشاك والكتاب مش من المنظومة وبيت المر مش من المنظومة بس حزب الله من المنظومة والتيار الوطني الحر طيب سمعتي شي جعجع عمل مرة هجوم على الرئيس بره لا سمعتي جعجع عمل هجوم على جنبلات لا سمعتي جعجع عمل هجوم على الرئيس الحريرة لا بس في خلافات خلافات هجوم عم بيحكي هجوم فيه شي مرة طلع على الرئيس نبي بره بيتحمل مسؤولية بما وصل إلي البلد لا شي مرة قلت أنه جنبلات بيتحمل مسؤولية بما وصل إليه البلد لا شي مرة قال ميهاتي بيتحمل مسؤولية الصفضي ما بعرف مين لا كلهم هؤلاء ما خصوهم بس اللي وصلوا البلد لهان بحسابات جعجع أفندي حزب الله والتيار الوطني الحر بس هو ما خصوه هو كان كثير يعني آدمي وعم يشتغل مع الأم تيريزة والعالم كله كانت مجرمي يعني طيب هذا نموذج نموذج الثاني جملات بيطلع بيحكيكي عن الإلغاء مين هو بده يلغيك أنت لكما البلد كله كان يتعطل لأنه حضرتك بدأ بشرية مين هو البده يلغيك مين هو البده أنت خايف من أصوات السنة ما بقى تيجي لعندك مين هو البده يلغيك ما أنت بحسب ما عملت مع الحريري بده يردوا عليك جماعة الحريري مين هو البده يلغيك ما أحده بده يلغيك وجاعجع مين بدوا يلغيه وفارس سعاد ونعمة فرام مين بدوا يلغيهن مين بدوا يلغي حدا مين يعني لما بيطلعوا من نعمة فرام يعني مفترض انه هذا متوازن على الاقل وابن جورج فرام بيطلع بيقولوا انه مرشح حزب الله غير مرغوب فيه في جبال وكسروان ليش يا حبيبة شو انت يعني بدلتك غير بدلته تلبس يعني تياب غير تيابه انه انت بتحدد من مين المرغوب محدا بيقدر يحدد لانه حزب الله عنده وبيطلع واحد مثل هذا النائب السابق اللي بيضل يفشل بكل الانتخابات بيطلع بيقولك انه نحنا مع التوبلس ومع الكازينو مع الشرب ومع الكحول ومش اعلم شو يا خي صفل انت مع مين ما تكون تكون بس انت لاش عم تشمل كل الناس بيجبال وكسروان بدل يكونوا هاي مين قالك انه المسيحيين بيقبلوا بالتوبلس يعني مين قالك انه المسيحيين بيقبلوا بثقافة الكازينو الكازينو لعندما يكون للدولة شائق وثقافة الكازينو بالشوارع شيء آخر ما حدا بيقبلها ثقافة الكازينو حتى لو قلتلي بالحرية والديموقراطية ممكن يقول المرء ما يشاء في سبيل معركة انتخابية بس بس بيقبل خليني كمل بس هذا الشيء ما بيأثر على مجريات الواقع على الارض لألك لسبب وحيد انه حزب الله اذا هني عم بيقولوا هايك حزب الله عنده قاعدته الشعبية بجبال بكسروه مين بدل غيروا اياها انا ما عم بيحكي انه هني قادرين يعملوا شيء ولا ما قادرين انا عم بحلل الخطاب هذا خطاب لا يجوز ان يكون شعار انتخابي مش حزب الله اذا بيطلع بيعمل شعار مثل هذا الشعار مرفوض لما انت شعارك يستفز الاخرين بمعنى الرفض رفض ان يكون موجود ان يكون على قيد الحياة لما بتليله انت غير مرغوب فيك مينك انت انت شو لك افضل من غيرك لحتى اللي تحكي بهذا الخطاب قول نحن ضد حزب الله بالمعنى السياسي اوكي بس تطلع تقول انه يا ميسيو بره انت غير مرغوب فيك انت يكون موجود بجبال وكسروه مينك انت بالنتيجة الارقام واصوات الناس شو بدي بالارقام شلين من الارقام انا ما عم بيحكي بالارقام انا عم بيحكي بالخطاب العنصري الخطاب الذي يؤجج الفتن الخطاب الذي يلغي الاخر هذا هو الخطير بالموضوع انا اللي عم قوله انه الارقام هي التي ترد على الخطاب الذي حضرتك شو بدي بالارقام انا اذا راح نسيجي البلد شو بيهمني انا اذا ربع حزب الله 30 نائب زائد والبلد كله راح او حركة اعمال او التيار الوطن الحر ما عمين برأيك راح تكون الاكتر لا مش هلا مش هده مش هده نقاشي انا عم بقول ماذا يهمنا اذا ربحنا نواب وخسرنا البلد هالعالم لازم تفكر انه هذه المعركة التي تخضونها بشعار واحد وتحملوا حزب الله المسؤولية انتوا شو عم تعملوا انتوا عم تأجيجوا نار انتوا عم تأجيجوا نار وعم تقولوا لكل الخارج ان تكونوا بياضك في فتنة يعني بتصيروا مثل زيلنسكي زيلنسكي بده يوقف بوجبوتين وجه الامريكان والناتو يحقنوا يحقنوا بس بلشت القصة واكل زيلنسكي كف ع راسه واتدمر بلده شو عم يعملوا الان عقوبات على روسيا مرحبا عقوبات ضلكم يعملوا عقوبات شو قاعدين بالمدرسة ان احنا وقاف على الحات وارفع ايدك على الحات شو عقوبات يعني شو عقوبات اتدمرت اوكرانيا لا وبارح بيقلك اوكرانيا ستكون اسرائيل الكبرى بعد الحرب يعني عم يتفاخر باسرائيليته يعني كأنه عم يستفز الاخرين اللي يتعاطفوا حتى مع الشعب الاوكراني حتى ما يتعاطفوا اذا كان الرئيس بيحكي بهذا المنطق يقولوا حبيبي تعلم تعلم انه كيف دفشوك على هذا الموضوع ورحت عم تعمل استفزاز مع بوتين بصرف النظر كل حرب مرفوضة حتى ما واحد يقل لي انه انتم ايدين الحرب لا كل حرب مرفوضة ومبارح السفير الاوكراني زار حزب الله بالمناسبة نعم كل حرب مرفوضة وكل حرب فيها مقاسي وكل حرب فيها كوارث والحس الانساني لازم يكون مع الجميع بس ما فينا هاكي يعني تحت هذا الشعار الانساني الخالصة مثل كانوا احنا عم نشتغل بالدهب 24 اقراط ما في شي اسمه هاك في شي اسمه مصالح دول وسياسات كبيرة لما بتغلطي بالحسابات ما بتلوم الآخر ليش بيعمل عليك هجوم بديك تراجع انت حساباتك فانت يا زيلنسكي تحدد بوتين تحدد روسيا بأمن القوم مرة واثنين وثلاثة والنازيين الجدد وما بعرف شو وعم تعمل عنطرب وعلي عليهم طيب روق شوية عرف حجمك طيب هذا حجمك الآن طيب انت يا جعجع بدك تعمل معركة مع حزب الله ولكما اسرائيل وامريكا وكل العالم وأساطيلهم وطائراتهم وما قدروا عملوا شيء بال2006 منصة صواريخ ما قدروا دمروا بيطلعوا بيقولوا ليك بس دمروا لبنان هي دمروا لبنان وممكن يدمروا بعد لبنان مرة تانية بس مش مهم يدمروا نفسيتك انت عم يدمرون لنا نفسنا عم يدمرون هذا الحزب اللي مقدم آلاف الشهداء آخر جاي جاي انت عم تحمله مسؤولية لش انت شو قدمت للبلد أكتر ما قدم حزب الله سؤال شو قدمت للبلد انت اللي حررت جرود لبنان ما انت كنت عم تقول جمعتان وبيسقط بشار الأسد وبيحلق شوار به وكنت عم تحرد على إسقاط بشار الأسد عم تحكي انت عن تدخلات ما انت عم تحكي كان جماعة الحريري عم يفوتوا مسلحين وعم يوزعوا مساعدات بتركيا وبسوريا قبل ما حزب الله يتدخل ببنحنا ما حكينا أنا بدي بدي أعرف منك يبدو هناك تصريح من القصة الجمهورية بعدها قليل يبدو خلينا نتابع مع مين برأيك رح تكون الأكترية في المجلس النياب الموقع شوفي أول شي استغفت تغير الموازين شوفي بالقراءة العامة نعم واحد ممكن يقول بالحسابات الموجودة واضح انه ما في قدرة عند هذا الطرف اللي عم يخد المعركة بشعار واحد وان كان قلوبهم شتى انه يقدروا يعملوا أكترية بس أنا ما في صادر إرادة الناخبين اللبنانيين بالعموم نعم يعني ما في واحد يجي يقول هلأ منه أنا مش عم بعمل مركز إحصاءات ودراسات وعلما انه يعني كتير بشك أنا بالقراءات اللي بتصير نعم سواء من إعلاميين بصير بيسربوا أخبار أصدا يعني بتكون الأخبار مدفوعة على بعض الإعلاميين أو بصير بيطلع بها الدارة أنا هاي الإحصاءات لا أؤمن فيها أنا أؤمن بإحصاءات إلى علاقة بالمكانات الحزبية نعم لأنه المكانات الحزبية هي على تواصل دائم مع جماعتها الآن نزاج الناخب تغير حتى المكانات الحزبية يمكن لم يعد لديها القدرة على إعطاءنا مناخ بشكل أساسي نعم لكن هذه قراءة تبقى خاضعة للتأويل أنا بقلك أنه هون أرجح هون أرجح مش عارش بس أنا ما بفوت بالأسماء لأنه اللي بفوتوا بالأسماء بيكونوا يعني أكتريتهم من المبكر من المبكر لا لا بيكونوا أكتريتهم لأغراض معينة وأنا ما بفوت باللعبة شكرا بدأتشكر المشاهدين اللي تابعونا طيلة هذه الحلقة شكرا لحسن المتابعتكم شكرا أستاذ فايصال أهلا وسهلا تشتولنا الحلقة تعرف يمكن فيه كمان نقل مباشر من أماكن أخرى شكرا لألكم مشاهدين إلى اللقاء اشتركوا في القناة